اشتركوا في القناة الفاسبوغ مساء الخير حلقة جديدة بسلسلة طرائف ونوادير محمد روح ليسي لباد الصحبة الرياضية محمد بقينا في الملعب للمباراة الملعب ملعب فعلا مشينا ديريكس من المطار مشينا الملعب ديريكس اللي لم كانش عندنا الوقت باش مشوا للفندق ونحطوا ذوك الحاجية دينا ومشوا الملعب فكان مشينا ديريكس للملعب دخلنا بدر يمشى الملعب التحت اللي كانت كديرت تصوير وانا طلعت الكربين دو براس فرق وطنين هازم هدف اعتقاد للسفر مع كوريا وتم مكتبه بنا في الاقصى سالة المقابلة بعد كنت ذكرت مشيت لندول الصحفية اللي رحمه سعيد الخيدر كيشوف الصحفية اللي باركين كلهم كوريا انا الا واحد عبدو ربي باركروسك هو مسكين جالس وكيه ضغفندو كيقول واش هدك الروح لي ما تخيلش فاذيك النقطة البعيدة ثم قد يلقى صحفين غريبي جالس كيقول هو قليا في اللي خرشته قليا كنقول واش نروح لي واش نروح لي واش نروحي فما كانش ممكن ان الارقالي سؤال لان كل شي كانوا صحفين كوريين فاحتى سالة بندوا مشيت عندو خديت تصريح ديالو وصولتو مع الفندق اللي كان فيه الفرق الوطني مشينا انو بدري الحال تحقنا بيهم في الفندق شنا شنا سفري كان سفري كان مش عمباركي كانوا مجموعة دي اللاعبين المرحوم الزروالي المرحوم الزروالي كذلك واللي كان رئيس وفد تماك في ذاك الوفد اللي كان معهم هو رشيد الولي العالمي اللي كان وجه له التحية واللي كان وتماك حكوا لي حكوا لي للعباء المشكيل ديال اللي وقع الباصير قالوا لي بالحرف مدريب ضلم باصير قالك حنا لانو بحكم اولا اللاعب محترف معروف كان هو خصا نعطيه عامل فارق اللي انو كبر من انو معروف وعادوا اخلاق في مستوى العالي فكلفناه انو يهضر بسميتنا اللي كان عندهم مشاكل مالية ميناء اللي ربما هاد المشكلة الميناء كان خصوه انو يتحل قبل مش يقول له اللي كانو في المغريب يقول له هاد المشكلة هدا فوقع اللي رحمه السعيد الخيدر قال له بانو ربما باصير بغا ياخد واحد يعني يعني واحد المكان اكثر من مكالهاي كان او مكاتر اكثر من المدرب فهو شايفه على قدر فكان القرار دي لانو باصير مش حالو في علين مشهر وحنا قلت لكم مش ناش انو وصلنا ال وصلنا ال سيدي كان هو ارحل من استراليا طبعنا المقابلات طبعنا المنافسات الاخرى كان فيها فوز دي التمسماني ميدالية في البوكس طاهر طاهر تمسماني ميدالية وحسية ميدالية وحسية طبعنا يبشي يعالج هديك بسرعة وارجع وحكما لي باقصاع وكانت تفوق بالنوقات وكان عارفو اسمها المولاكامة تحكيم مولاكامة بزهر مهم هذاك حكايات حكايات اللي انتحكيم قلت بينا واني مع الاقصاء اقصاء دي الاغلب ريادين وحكا نعرفو فكانت تركيز على علاقه ويشان القروج وخاصة ان القروج اللي كان سقط في الاولمبياد السابق ستو وتسعين في اطلنط فكل شي كان جاي بيننا غادي كون تتويج ديال يشان القروج اللي اول مرة كبطل اولمبياد بشيتانو بنشريف بغاني نشوفوهم اللي حكم عندنا واحد العلاقه كثيرة مع العدائينا فانو بنشريف خذينا ببيتزا ومشينا باش للفندوق اللي نعته لنا بش نمشي ولين تلفنا 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 نزل في التران طلع نزل منها نزل في هادي اللمج هادي بازك شي موهم وصلنا الساعة متأخيرة كلا داقين ذوكي بوي ناسو بيزا كي وليس انا ما نقولش ليك ما نقولش ليك كنا باغي نديروا واحد لامبيانس انا نعيطه لشيادة نقولوا نسمعنا وندروا التصاور ونشوفوا الامبيانس كده في هادي نبوش طلقينا مع جزودة طلقينا مع زبيدون طبيعي الحال طلقينا مع جمعة العدائي اللي كانوا انا ذاك طلقينا مع هشام قروج كان سوروه فينا مع هشام قروج طلقينا فاصمة هشام قروج نديروا واحد الحيا وجهه مشيت الليه كان هادث مؤشير ونقول هل بن شريف والباقي كانت ذكر كتلوا هشام عندهم مشكلة قالي ايه كتليه بين مشيت الليه مشيت الليه وكان بعد دخلت في نقاش مع عزدودة قاليك تعارفهم غا يديروا نفس خطة اللي بدار في سيفيا كان يوسف بابا هو اللي كان معه في النهاية غالي يقول له دير ليافر وفيه اعلان دير ليافر وهذا التاكتير كان تحفظ تحفظ نطبق الليه نعم فباقي كانت ذكر يوسف بابا انطالق وكان كل شي الملعدائين كيششجعوه هشام قروج نطالق ويوسف بابا قال لي نبعد قال لي انا بلي دي مارت قال لي هشام قروج شوية قال لي عرفتو ما موجه قالت فاجأت قالي نعرفه قوي يعني طبارك الله ما كايش مستعد وكن نفسيا ما كانش ودهنيا ما كانش حاطر انه قلت كان تأثير ديالذك التغيير المفوفاجئ اللي كان في حل ديال مكتم الجامعي كان نوان غيني كان نوان غيني نوان غيني بهدلوه هشام أربع سنوات قبل ألعب ولامبية بما فيها نهاية ذلك ليلة cruis colonial فانطالق يوسف بابا ولكين هشام قروج ماتبعوه MG قتل الأمور اختلطت من ناحية تاكتيكية هيشام القروج الأول غادي في 400 الأطر الأخيرة غادي أول أول باحت صورة مفاجئة تجاوزوا نوان غيني وفاز بيدالية الذهبية أمام دهول جميع كل شيء كانت هضر هيشام القروج في ذلك الملعب مختصين متتبعين الصحفيين هيشام القروج بقى قلس في الملعب درجت بأنه ما صدقش هش نوقع إليه إلا كان سقط أطلنطا في سيدني نهازم واحد الطريقة لي يعني ما صدقش رغم أنه كان في الطوك بزار هذيك أربع سنوات كلها استعدفة وكان متألة تسيّد هذيك المسافة هذيك فضرقي كانت ذكر مشل الزون ميكست وحنا كنا بركتس نو فيه وحيّد البوينت دياله بقى قادس ماذا بدأ يبكي؟ بدأ يبكي؟ بدأ يبكي؟ كان المصور بحيّد كاميرامان ديال قناة الجزيرة ديالك سعبان كانش لبيان سبور كي يصور فيه هشام القروج كي يبكي؟ هو كي يصور فيه كانت مؤثرة بصراحة كانت مؤثرة بصراحة كانت صدمة كانت مؤثرة بصراحة كي يستعقل ميدالية كي يبكي؟ منحوص الحب سيعوضها في أتين وكانت تشربة بصراحة كنت حاضرة في الدورة الجوج حاضرت معاه كذلك في بوطلة العالم في باري كانت في 2003 كان المتألة كذلك اللي سيعود إلى تفاصيل بعد ذلك رجعوا أولا في بيكين اللي غدي عود فيها الميدالي ديال 96 لا 2004 أتين 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 ولي فاز بجدد ميدالي ديال قبل قبل الحقق إن شاء الله اللي نعود بها المتتبعي الكرام غدي نهضروا على إدمنطن 2001 في كندا اللي كان فيها هشام القروج ونزا بيدون المتعلقين فازو جميداليات ذهبية اللي هي كتجين من مباشرة من بعد من بعد الأبولمبيا ديال سيدني جات بوطرة على إدمنطن في كندا اللي كانت تريحلة فيها في هفزا أعرف أشي موعد فيها ديال ميدالي ديال ديال خلوه المشاهدين ومتابعين ديالقالات أنفسبوغ انتظرو هذه الحلقة هذي اللي أنا فيها فهزا بزا ميدالي ديال إذن تحياتي ونتلقوه في حلقة جي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر